السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي في البداية أريد كل ناس اللي بتشوفنا تعمل دايك اللي بيتابعنا الأول مرة يشترك معنا بالقناة وما تنسوش تفعله زر الجرس عشان يوصل لكم إشعارات كل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة إبراهيم سعيد المشاغب في الملاعب زمان وحاليا مدير فني بيواجهها يعني لعبة في نادي المجد ودوري القسم الثاني مستوى لاعبين وأرضية ملاعب وإلى جانب الحكام الحكام للأسف الشديد بيتعاملوا مع مباريات القسم الثاني كأنهم رايحين فوسحة عادي لما واحد حكم يغلط في نادي ولا يحسب ضرب الجزاء أو ما يحسبش ضرب الجزاء أو تبعت أجزاء من مبارات المجد والمنصورة المجد اللي بيدربه إبراهيم سعيد المباراة كانت ماشى بشكل جيد حتى نادي المجد أضع بعض الفرص كانت النتيجة واحد واحد وفي هجمة سريعة لنادي المجد لاعب نادي هجمة سريعة لنادي المنصورة لاعب نادي المجد داخل منطقة الجزاء زق الكرة هنا قدام لعب المنصورة من غير ما يلمس لعب المنصورة حاكم نحتسب ضرب الجزاء على برعوة والدنيا اتقالى بالبعاة عشرين دقيقة بالتمام والكمال ما بين نزول اللاعبين والجهاز الفني والحكم يطرد لعب من نادي المنصورة وبعد ما الحكم المساعد كلم الحكم على أنه مش ضربة جزاء خدوا على جنب كده بعد ما طرد لعب خدوا وقالوا أنه دي مش ضربة جزاء ومع ذلك الحكم أصر أنها ضربة جزاء فالمدربين في الدوري العام بتهياء لي أسهل بكتير من التدريب أو التدريب في الدوري العام أسهل بكتير في الدوري القسم الثاني أو الثالث يعني بقولك التحكيم بيتعم تشوفنا قبل كده مباراة السكة ومباراة الترسانة وكم ضربة جزاء للترسانة ما تحسبتش وكورة ما لهاش أي ثلاثين لازمة للسكة بتتحسب والأغير مباراة النهارة فيش فيها ضربة جزاء بتاعة المجن والمنصورة ما فيش ضربة جزاء للمنصورة ومع ذلك الحكم أصر رغم أن الحكم قال له مش ضربة جزاء كل التوفيق لإبراهيم سعيد في هذه التجربة إن شاء الله ونتمنى أنه يدعم الفريق ببعض اللاعبين اللي يكونوا إضافة ويسهلوا عليه المأمورية والصعود بإذن رب العالمين نهاد الأهل للأسف الشديد ناس كتير بتلوم الكابتب محمود الخطيب وبتهاجم الكابتب محمود الخطيب والناس بذاكرتها زي ذاكرة السمك طبعا أنت عارفين قصة ياسين منصور ومشي والقصة والقطرية الجوية القطرية وشركة طيران الجوية والقطرية والكلام من هذا القبيل لا مش عايزين ونبقى الشركة مش عارف مين هي المسوق الحصري ويبقى فيه رعاة عايزينك لا والنادي التاني يضغط وفلوسك لسه بتاعت السنفة بتاعت بعض الرعايات لسه مخدتهاش والنادي تاني بياخد كل حاجة وييجي واحد يقول لك الأهل والخطيب بصل والخطيب ضعيف ربنا يكون فعنكم الرئيس السيسي النهاردة في أحد المؤتمرات مع الشباب الجميل من أصحاب الهمم قادرون باختلاف في شاب جميل طلب أنه يلعب فيه النادي الأهلي فالرئيس السيسي قال له ما تدخلنيش مع الأهل والخطيب يا محمود ما تدخلنيش مع الأهل والخطيب فكلم الوزير وزير قال له طيب حاضر يعني بيقول سهلة إن شاء الله طبعا كابت المحمود الخطيب من خلال بيان رسمي على النادي الأهلي موقع رسم النادي الأهلي قال لك كلف الكابتن محمود الخطيب خالد العود من يولي النشاط الرياضي والكابتن عجمي رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة وياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة باستقبال الشاب محمود أحمد من أصحاب الهمم وبطل ألعاب القوة تحقيق رهبته في ممارسة الرياضة المفضلة داخل النادي الأهلي وديع الجريء وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي بياخد خطوة جريئة ألا وهي تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم رغم أن في عدى كبير من المحتاجين على تعيين عصام عبد الفتاح في تونس لكن هل هذا وراه غرض آخر دلوقتي بعض الأصوات المؤيدة لرحيل ماركة 3 قال ايه نسيب ولادنا برا بيخطفهم في تونس ونجيب وندفع في الدولارات تمحنا عندنا وبرضو درويش عصام عبد الفتاح عصام عبد الفتاح بيتكرم في تونس ويبقى رئيس وشعب واحنا هنا مش عالا يا سيد خليه تكرم تكرم بعناو نقول براب وخليه يورينا نجاحاته في الاتحاد التونسي ووريهم براعة وفرق بروتوكول البار والاحتواء يعني النادي الأهلي اقترب بنسبة أكثر من 90% من الحصول على خدمات لعب محمد ضو كريستو لعب نادي النجم الساحلي أولا بسبب ظروف المالية اللي بيمر بها النجم الساحلي وكانت محمد المكشر تكلم في هذا الأمر جيد للفني وقال لك وأعلن بنسبة كبيرة قصة الفلوس بقى والأمور المالية هي اللي هتحسم للموضوع ولو انتهت خير وبركة ما انتهتش أمير التوفيق يسافر لتونس ينهي كل الإجراءات المالية قال لك جماهير النجم الساحلي شنت هجوم على عثمان جنيح رئيس نادي النجم الساحلي على موقع التواصل في سبب رهبته ببيع محمد الضوي للأهلي ورئيس النادي التونسي متمسك بيعلق لتقليص الديون وتفادي خصم النقاط والمنع من التعاقدات الأهلي بيفكر ينقل مباريات وخارج استاد الأهلي والسلام ولكن الأمر حتى الآن لم يتم محاسمه والنادي الأهلي بيفكر بسبب مشكلة الجماهير والأزمة في دخولهم والقلق وبعد المسافة فالكابتن أو الوزير العمري فلطبع ما تعرفون نادي الأهلي كان شكل لجنة ضمة العمري فروه أيضا الجرحي وانضم لها مؤخرا محمد صراجي والجرحي لجنة إدارة المباريات في النادي الأهلي بتدرس نقل مباريات لأستاذ القاهرة بسبب اكتعاد منعب الأهلي والسلام عن الجماهير والرغبة ومنذ البداية في تغيير المنعب بسبب صعوبة مواجهة الفرق الدفاعية المنعب كنز شوية دي الفرق اللي بدأ بتبقى عليك بتبقى الأمر صعب يعني فإن شاء الله خير بإذن رب العالمين بالنسبة لخالد الغندور بيقولك ايه التصويت لعب الجولة قالك فيه سيرفر بيتحط على تويتر كده بنص دولار أو دولار يسوط لك هو عشر تلاف وواحد يسوط لك عشر تلاف ويطلق واحد إعلامي يقولك شعبية اي حد عايز شفافية وشعبية ومصدقية يوافق على اقتراح بالتصويت عن طريق تذكرتي يعني خالد الغندور الزاكي بيقولك اي حد معا تذكرتي الفان اي دي او بتاع الفان اي دي من تذكرتي ولا لحق التصويت يا راجل يا طيب معنى كده كم واحد زمكة مع الفان اي دي عمرهم ما هيزيده ال 150 الف اللي بيليف ورا الفرقة في المباراة عمرهم ما هيزيده ال 150 الف والاهلي كذلك عمرهم ما هيزيده عن 150 200 الف لنعاول الفان اي دي هل 100 ولا 150 المسجلين في تذكرتي هم كل الجماهير يا أزك يا أخواتك لا لأنهم قريبين من بعض هو حسن لا يا سيد انا بقول لك انزل بالكاميرا بتاعتك انت وانزل اسأل الناس قول لي الشعبية واحد وتتريق على انت بصدق نفسك والله ان جمهوري الزمالك ما مصدقك اخلي الغندور والله ان في قطاع كبير من زمالك انا زمالك ما مقول نعم انا عايز واحد محترم زمالكاوي يطلع اقول هل شعبية الاهلي قد شعبية الزمالك والنسبة كام يعني واي واحد قال لك الفان اي دي قال هما جمهور الكور هما بتوع اللي بيحضروا مباريات واللي عاديين على الاهاب واللي بيشتغل والفلاح واللي ما يعرف واللي ما رانزلش القاهرة خالص لمنوش اللي في اسوان اللي في البحيرة اللي في الشرقية اللي في القليوية مبيروحوش مباريات ولا بيلفو دول ما اللي همش علاقة بكورة دول مش جمهور يعني ولا اين صحيفة دي بورتيفو اتكلمت ان برشلونة بيرغب في ضم كليان امبابي في الصيف المقبل رغم الازمة المالية اللي بيمر بها نادي برشلونة وقال لك بيرغب في منافسة ريال مدريد خاصة ان امبابي رفض انتقال الى نادي ريال مدريد اللي في الصيف الماضي بعد ما اتفق مع كل شيء مع بريز رئيس نادي ريال مدريد وقال انه تعرض للهجوم من جمهور ريال مدريد وفي ظل الازمة اللي حدثت مؤخرا مع ميسي وسمح ميسي لمارتينيز انه يشيل لعب دمية كده عليها صورة امبابي سخيرا منه قال لك تعطر عقب منهم ربما يسمح بانتقال او يقر بانتقال كدان امبابي اللي نادي او ابتعاده عن بريز سان جرمان او رحيله عن بريز سان جرمان ميس كهربا من خلال صفحته على انستجرام يقولك سيأت العوضة العوضة الذي لا نعلم مداه ولا نتقن حجم تدبيره فقط نؤمن بابه كيفما كانوا على اي شاكلة اتى لا نعلم فقط نعلم انه من الله وسيأت الجبر وطمأنينة القلب نحن نؤمن بذلك مهما طال الصبر لانه وعد مؤجل من عند الله المعتز الشامي بعد ما قالك كهربا مش هيلمس كورة غير اش عارف ايه كهربا يتوقف من سبت شهور لسنة لازم يدفع قبل ما يلعب وقعد يضحك على الزمالكاوية ومرتضى منصور قعد يقولك تابع معتز الشام ما هو حلو بيغيب الجمهور وخالد الغندور يقول نفسك النهاردة معتز الشامي كلامه اتغير والجمهور برضو بيزقابل جمهور الزمالكاوي طالع على صفحاته بيقولك صباح الخير بعد انتهاء مدة ست شهور تبدأ اجراءات الزمالك وطلب تجديد الايقاف من فيفا متى توقف قالك بحسب قرار لجنة النضباط ربما اسابيع او اشهر بسيطة يحق للعب المشاركة لحين ايقافه مجددا لا يسجل خارجان الى بمخاطبة فيفا للتأكد الخلاصة الايقاف سيحدث مجددا ده كلام الأخ معتز الشام معنى عارفين انه لازم هيدفع في الاخر يقولك لا اما اتحدى واتنح نحو انت عمف زاي انت زمالك او انت لايق على خلد الغندور على بعض جميل زمالك ولايق على رئيس نادي الزمالك يا معتز يا شام يعني الحج عامر حسين تعقيبا على قرار مرتضى منصور بدفع الفلوس الخاصة في حساب نادي الزمالك للضرائب مستحقات على نادي الزمالك احمد اسامة في برنامج ازاع الدربي على ازاع القهيرة الكمرى زانا الحج عامر حسين قال حج عامر حسين ازاي لجنة الترخيص تبدي لنادي بيعترف ان عليه مديونيات للضرائب في خطاب رأس قال له انا اسمحني معلش ما بفهمش في القصة في الماليات والفلوس والحكاية والرواية والتاع والحكاية وماليش فيها عشان ما اقولش كلمة تتحسب علي ما اعرفش يعني كله بيجري كله بيجري في النهاية شكرا على حسن انتبت حضارتكم وضمتم في امان الله ورعايته استغفرك ربي واتوب ليك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب لي ودمتك امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته